زيارة جاءت في توقيت مهم وأتاحت المجال لحوار معمق حول عديد من القضايا الإقليمية المحورية للجهود المشتركة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء في الشرق الأوسط الولايات المتحدة صديق وحليف نثمن عاليا دعمها للمملكة وأسهم هذا الدعم خصوصا برنامج المساعدات الممتد على مدى خمس سنوات والأول الذي أقرته إدارة الرئيس ترمب أسهم بشكل كبير في مساعدتنا على مواجهة التحديات الاقتصادية وبما في ذلك مواجهة التحدي استضافة مليون وثلاثمائة ألف شقيق سوري القضية الفلسطينية استحوذت خلال الحديث المغلق والمطول بين الوزيرين على مساحة واسعة لتحقيق السلام الشامل الذي طال الحديث عنه كان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مساحة واسعة في محادثاتنا اليوم فحل هذا الصراع متطلب رئيس لتحقيق السلام الشامل الذي ننشد جميعا الجمود في الجهود السلمية خطير ولا بد من إيجاد أفاق سياسية للحل لذلك ستستمر المملكة في العمل مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام الشامل والدائم والذي يشكل حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل وفي إطار علاقات إقليمية طبيعية وفق مبادرة السلام العربية سبيله الوحيد بحثت ومعالي الصديق أيضا جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية تحدثنا بشكل معمق حول التنسيق المستقبلي في ضوء قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا وسنستمر بشكل ثنائي وعبر المجموعة المصغرة بالتشاور حول كيفية إحراز تقدم نحو حل سياسي على أساس القرار 2254 حل يحفظ وحدة سوريا واستقلاليتها يقبله السوريون ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ويؤدي إلى مغادرة جميع القوات الأجنبية منها ويتيح أيضا عودة اللاجئين إلى وطنهم الحرص على تعزيز التعاون بين الأردن والولايات المتحدة كان من أبرز العنوين التي تحدث بها الجانبان الأردني والأمريكي خصوصا برنامج المساعدات الممتد على مدى خمس سنوات في أول محطة لي في جولة سوف تغطي كثير من الدول الأردن من الشركاء الإستراتيجيين المقربين في المنطقة ونحن نقدم أيضا المساعدات التي تساوي أكثر من 6 مليارات دولارات وهذا مؤشر على علاقتنا القوية في السنوات القادمة دولتكم تلعب دورا هاما في الاستقرار في المنطقة وحل أيضا النزاع في سوريا بصورة سلمية وكذلك الإرهاب الإسلامي وكذلك دور إيران المدمر في المنطقة أعيد التأكيد على التزامنا تحت إدارة الرئيس ترمب بالعمل مع حكومة جلالة الملك حول عدة أولويات ونحن ملتزمون بالاستقرار الداخلي في الأردن وسنقوم بنفس العمل بروحا من الشراكة العام الماضي كمنا بإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب هنا في جنوب هذا البلاد ووزارتي الخارجية الأمريكية كذلك قامت بإنشاء هذا البرنامج وهذا يعزز من أدواتنا في مساعدة الأردن وقدرته على مكافحة الإرهاب نتصل أيضا إلى العمل بصورة مستمرة لمكافحة أعمال إيران الخبيثة في المنطقة وتأتي هذه الزيارة من ضمن جولة يقوم بها بومبيو لمصر والبحرين والإمارات وقطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت أسامة بليبلي الحقيقة الدولية